المرة الماضية قلت لكم قلت على غانو جبار وانا نتحدث من شدة المعلومات اللي عندي كنت نظن انه مسؤول داخل البلدي في حقيقة ماشي مسؤول هو فقط هو يعني عمو جبار مهنى فهو عنده مباشرة هذا ما يمرش على عشور شلون صاحبه لكن ما يمرش عليه يرمح مباشرة مع عمو غانو جبار يشرف على المخدرات أساسا بالمناسبة عشور شلون وماذا هو البرزنس الرئيسي ؟ حسنا فالدعيس اعتداروه هو ريلي هو الدبو الدفاع مراكز متعابل في هذا البيع الخمور في الولايات الزوم وهذه الأشياء لكي يدعون الإصابة لكي يبيعون الخمر ولا يفتحون التبرنة يجب أن يمرون على البلدية أو على الولايات يمرون على عشور شلول هو الذي يسيطر على صناعة على تجارة الخمور في ولاية تيزيو الزو قالوا يحتروا ونزل إلى أماكن أخرى داخل الجزائرين في ولاية أخرى إذن خمر فندق لعالي حمراء دروك يشرف عليها غانو الذي لا هو موظف البلدية وإنما مشرف ويدخل في السفقات المقاولات إلى آخره فجبار مهنة يمسك الولاية يخنقها خنق لأنهم لا يعرفون خنق منطقة القبائل يساهمون في خنق الجزائر ككل ويسيطروا عليها فإذا بهم يسيطروا على جزء مهم في معركة الشعب الجزائري مع العصابة وله يشرف عليها جبار